السلامة في معامل الفيزياء إذا الله تختلف كثيرا عن المعامل ذكرناها الكيميا والأحيا في خاصة استخدام المواد الكيمية ولكن زي ما ذكرنا لكل معمل خصوصية من الأدوات المستخدمة في المعمل فبالتالي نشوف هنا بعض المواد الخاصة زي ما شايفين من الرسمة مصادر الكهرباء والمغنطس والأخير يمكننا أن نشوف هذه في الفيزياء إذن إرشادات السنة في مختبرات الفيزياء بشكل عام هنا نشوف هذه الرموز تيارز وجهد عالي لأنه يستخدموا ناس الفيزياء الأجهزة الكهربائية بشكل عالي في Electrical Hazard وإشعاع الليزر أيضا هذا مهم نلبس نظرات خاصة والإشعاعات الراديو أكتف وأن المصدر حراري والمصدر السوق هذا مهم جدا للابتعاد منها وأيضا مجرد ما شفنا نفس الرموز فادي يجب أخذ الحيطة والحذر هنا في التعامل مع الكهرباء هنا في التعامل مع الليزر ولبس النظرات الخاصة وهنا مسألة الإشعاعات ويمكن هناك نوع من الصدريات الخاصة لإتعاد من هذه وتحميلها من نوع من هذه وإذا شفنا علامة هنا يبقى في أسطح بتكون سخنة أو حارة يجب أن عدم لمسها عند المخاطر في معامل الفيزياء بشكل واضح زي ما ناقشنا قبل شوية لشوفنا بعض الرموز العبز بالأسلاك الكهربية المكشوفة ولفاتيحة كهربائية السبب يسبب صاحة كهربائية وهذا مهم جدا أنه ما نلعب به هذه الأسلاك المكشوفة بالعكس يجب أن حماية ذلك والإبتعاد مع إتباع إرشادات السلامة الموجودة عدم لمس الموازلات الطبيعة الإشعاعية باليد مباشرة وطبعا نجي تاني عندنا البرسون البروتكتيف إكويبمنت هذه مهمة جدا زي ما قلنا البرسون البروتكتيف إكويبمنت أدوات السلامة الشخصية وهذه هي النظارات السلامة هذه البالتو القفازات هذه مهمة جدا فبالتالي اللمس باليد وهذه لما يكون عندنا القفازات نوعا ما بتحميلنا ويجب أن لا نلمسه بشكل مباشر لأنه تأزينه النظر إلى أشعة الليزر سيسبب فقدان البصر إذن هناك نظارات خاصة يجب الابتعاد واللبس هذه النظرات بشكل آخر عدم لمس أي شيء ذات تسخينة الحرارية زي ما شفنا الرمز قبل شوية يورينا أنه كيف نبتعد منه ويكون فيه نموز هناك عدم لمس هذه لأنه تأثر حتى لو لابس غفازة ما ستحميك عند لمس أي شيء ذات تسخينة الحرارية التزوغ أي مادة داخل المختبر قد يؤدي إلى التسمم إذن شفنا هذه الرسمات بشكل واضح إذن عندك أسلاك هنا عاري لا تعبس بها ويجب أن نرى هنا في الإشعاع الليزر مثلا يجب لبس النظارة لحماية أنفسنا عند التعامل معه هذا لا ننظر إليه مباشرة وهذا تفادي لسبب ضرر يمكن تكون دائم في الأعين هذه مهمة جدا وبعض الخواطر الأخطار الموجودة في معامل الفيزيو إذن الإرشادات الأمن والسلامة في معامل الفيزيو يبقى لا تعبس مفاتيح الكهرباء والغاز والماء هذه مهمة جدا طبعا الكهرباء والماء مشكلة هنا فبالتالي هذه كلها يجب أن نهتم فيها لا تلمسوا إلا بعد التأكد من سلامتها يعني أي جهاز يجب أن لا تلمسوا إلا باتباع الإرشادات الموجودة حول هذا الجهاز تأكد من ملاعمة التيارة للجهاز قبل استخدامه طبعا هل هو يستخدم 220 فولت أو 110 فولت إلى آخره فهذه مهمة جدا إنه إيش هو 220 أو 110 فولت تتأكد من قوة الكهرباء المستخدمة في الجهاز عشان ما يخرب عليك الجهاز وأيضا يمكن أن ينفجر الجهاز أمامك ويضرك يعني فهذه مشكلة لا توصل أي دائرة كهربية مباشرة إلا بوجود المشرف هو اللي يوجهك إنه كيف الانستركشن حقتها واحد ثلاثة أربعة تتبع الخطوات لكي توصلها بصورة صحيحة هذه لي سلامتك ولسلامة الأجهزة الموجودة وقلنا السلامة أساسا هي سلامة الإنسان وحياته هذه الأولوية عندنا الشي اللي يجي بعده الاقتصادية أو حماية إنه ما نعمل دمج أو نعمل خراب في الاقتصاد أيضا انفجار جهاز أو إلى آخره أيضا هذه خسار الاقتصادية وهذا يجب أن نبتعد من هذه الأشياء إذن السلامة لسلامة أرواحنا وكذلك لسلامة الأشياء الاقتصادية المكلفة في حالة حدوث أي طاري إخبار المشرف مباشرة وطبعا الإنسان المسؤول من السلامة كذلك تخطروا عشان لإنقاذ الشخص المصاب وإتباع الإجراءات السليمة وتبليغ الجهات المختصة في هذه الحالة